خلينا نكمل مع فريق طايرة سيدات فريق طايرة سيدات وقلت فريق طايرة الرجال بيلعبوا دولات التصفيات والأولمبيا تحاد كرة طايرة قرر العودة مرة أخرى إلى دور السيدات ودور الرجال يوم 20 يناير الاتنين مع بعضها يرجعوا فرقة بتلعب في الكاميرون والفرقة الثانية والمنتخب الرجال بيلعب في مصر لكن فريق السيدات كابتل حمد يصفي بيستعد للمرحلة الأخيرة للتجهيز إلى العودة مرة أخرى إلى مباريات الدوري الأهلي فضلوا مطشين في الدور الأولاني فضلوا مطش يوم 20 يناير مع المقاولين و24 مع الزمالك الأهلي بيستعد عن طريق المباريات الودية ثلاث مباريات ودية مع سموحة إن شاء الله بكرة وبعده أصحاب الجياد يوم الجمعة والسبت نقابل سموحة مرة تانية في اسكندرية بيستعد بيخلص مطشين مع اتنين مع سموحة واحدة مع أصحاب الجياد الأهلي كان حضر نفسه من ثلاث مطشات قبل كده مع مطشين عفوا الجزيرة والطيران الآن يكسب الجزيرة خمسة صفر والطيران تلاتة صفر خلينا نروح لتقرير مع المدرب العام الكابتن ياسل صلاح ونجماتي الفريق وترجعون لنا مرة تانية إحنا إن شاء الله الفترة الجاية عندنا إن شاء الله بعد أسبوعين تقريبا نبدأ إن شاء الله في الدور التاني بتاع الدور المصري ناس مطشين في الدور الأولين هلعبهم مع المؤولين ومع الزمالك بعد ذلك إن شاء الله مخش بقى على الدور التاني بأمر الله طبعا إحنا الفترة الفاتحة طبعا كان فترة توقف بالنسبة للدورة هنا في القاهرة عندنا لأنه كان متجمع وكان عنده معسكر لتأهيل للأولمبياد إحنا طبعا عملنا مش معسكر عملنا زي تامنين مكسف ليهم والحمد لله بنحاول نعوض فترة اللي هي فترة توقف طليها كبيرة دايت طبعا الحالة النفسية والحالة البديرة طبعا من العناصر المهمة طبعا في أي رياضة طبعا إحنا بنشغل معهم طبعا نفسيا وبدنيا كل حاجة وخططيا وغولي وكل الشغر دوت طبعا الفترة طبعا طويلة شهر ونص شهرين توقف طبعا كسفنا في البدن جدا مع كابترانيا طبعا مداربة مبتوزة جدا الشغالة معهم بشغل كويس قوي ويح طبعا بنامي معهم عملية تحميل جامد قوي في المهارات بالنسبة للموضوع الإصابات الإصابات عندنا آية الشامي قت عامل عملية ولسه راجع ما فيش من فترة قريبة جدا حتى لسه منطيتش بدأ شوية فتنس كده خيفي برضو برضو مع كابترانيا وإن شاء الله خير بأمر الله وفي معايار لسه برضو خارجة برضو من العملية لسه بدأ برضو خش معنا في ولي وفيه متخب اتنين رجعوا من المنتخب صاري أمين ويدانا شوئي طبعا اتنين مميزين جدا واتنين على كفاءة عالية جدا والفرية الأهلي محتاجاهم جدا وإحنا الحمد لله شغالين معهم بكويس قوي وإن شاء الله خير بأمر الفترة جاية إحنا دلوقتي بنستعد كويس قوي لننحنا نكمل الدوري هو توقف شوية عشان فترة المنتخب وكده ابتدينا كويس قوي فترة إعداد ورجعنا تاني نحنا نعد تاني عشان نوقفنا فترة رجعنا نتمرن كويس والناس اللي في المنتخب حيجلنا كمان إن شاء الله إزبور يعني الحمد لله بنتمرن دلوقتي بنعمل مطشط ودية بنلعب كويس قوي وكابتن حمدي وكابتن ياسر طبعا ما بيغبوش عندنا خالص في التمارين بيمرونه كويس قوي التمارين ماشي بالزبط يعني بنفس القوة وبنفس الإعداد الكويس فإن شاء الله كويس عندنا مطشط مهمة الفترة اللي جاية هتبتدي يوم عشرين واحد هنكمل يعني هنبتدي من يوم عشرين إن شاء الله أكيد الموضوع البدني مهم إن إحنا نكمل به طول يعني البدني ده هو اللي بيخاني يوقفين على رجلنا طول السيزن بنخش جيم تراك حتى في الملعب بيبقى فيه حاجات عليها تحمل أكتر عشان إن إحنا نقدر نكمل ومطشط الصعبة بنحاول إن إحنا نتغلب على الفرق اللي قدامنا بطريقة ذي فالحمد اللي رأى هم عاملين سيستم كويس قوي ماشيون عليه كويس قوي فحمد اللي ربنا يوفقنا إن شاء الله إحنا فعلاً الفترة دي بنسبلنا يعني فيه ناس كتيرة معنا في المنتخب وبقيت الناس هنا الكابتن بيبقى محددين في الفترة دي إحنا برضو نعمل مطشط وديا كتير ونحافظها بحسين إحنا نبقى كلنا في الأاخر بنفس المستوى وده اللي احنا فعلاً شغالين عليه التمرين شغال زي ما هو عادي ستة أيام في الأسبوع وبنريح بس هو يوم واحد مع المطشط طبعاً اللي ودي نحاول نعمل مطشط أو مطشطين في الأسبوع ده بيستايدنا إحنا الإحتكاك بيبقى أفضل حاجة أسعداداً للمباراة إن شاء الله لأن إحنا فضلنا مبارتين في الدور الأول وبعد كده نرجع للكامل الدور الثاني إن شاء الله كابتن حمدي وكابتن ياسر بيبقى هدفهم طبعاً زي ما قلت حريك أن التيم كله يكون في نفس الفورم يعني ففي الفترة دي بيكون طبعاً شغال مع كابتن رانيو على مخطط الأحمال بتاعتنا على شغل الفيتنس اللي هو يوصلنا إن شاء الله إن شاء الله على قدر كويس من الفيتنس يخلينا نكمل الدور كله بنفس المستوى لأن إحنا طبعاً دهنا منشط كتيرة لسه جداً فلازم نحنا يبقى لأقتنا تؤهلنا نحنا نعمل ده وده الحمدلله إن إحنا نشغاليين عليه الفترة دي وفلاس طبعاً إن كابتن حمدي بيكون لي تعليمات قبل كل ماتش أو أي حاجة بيخليك أن إنت حتى لو الفترة دي ما عندكش فيها منشط بس بيخليك تفضل في الجو بتاع مود المنشط يعني مثلاً بمانشط وديع أو حاجة أو معاستر أو أي حاجة بحيث إن إنت لما تدخل إن شاء الله على منشط الدوري ما يبقاش لسه أكأنك من التالع من الأف سيزن وتبدأ تاني من الأوري من الأول يعني زي ما شفنا نجمتنا ما شاء الله بيستعد بقوة لمرة اخرى لعودة الدوري الممتاز لكرة الطايرة. سيدات اللي احنا اصحاب اللقب وصاحب اللقب او حاملين اللقب في المرحلة اللي فاتت ما شاء الله على سيدات الكرة الطايرة. فبينستعد بقوة خمس مولايات بيحضروا الفريق للمرحلة اللي جاية بازن الله. وعودة المصابين. وكمان كابتل الحمد صافي بيرفع بالحمل التدريبي لان فيه احمال لازم اكيد هتكون مختلفة عن اللي جايين من برة او اللي جايين مسافرين مع منتخب مصر. بلعبوا بطولها في حملة عالي جدا. هيجوا مصر عشان يقدر يوفق الاتنين من بعض مع بعض. وان شاء الله بازن الله يكون تواكب واحد وحمل واحد بازن الله في المرحلة اللي جاية.